السلام عليكم خاوتي ومرحبا بكم جديد في هذا الفيديو هذا الخبر خاوتي رح يفرح الكثير وأيضا رح يحزن الكثير من الجزائريين للأسف الشديدة فمن جهة النهار اللي كانوا يستنوا فيها الجزائريين سقوط فرنسا ودخولها في أزمة كبيرة بعد تخلي الأفريقى عنها قادم رئيس الفرنسي إمانويل ماكرون يخرج بالفيديو ويبكي قدام الناس يقولهم بالإخلاص وقت الرفاهية أنتهى أما بخصوص الخبر الحزين من هذا الأمر هو مساكن المهاجرين الجزائريين لرغم دايما مرحبين بهم يرجعوا إلى بلدهم الجزائر ويساهموا في تطويرها لأنه حقا حان وقت مغادرة فرنسا ففرنسا الآن أصبحت كالسفينة الغارقة نعم خاوتي إذا ما أمنتونيش سنبرلكم هذا اللقاء التلفزيوني ويتحدث فيه الخبراء عن الحالة الحالية لفرنسا بعد تخلي النيجر عنها أيضا فرنسا الآن رهي في حالة يأس يعني يمكنها أن تقوم بأي شيء من أجل استعادة الثروات اللي كانت تسرقهم من النيجر أشارك معاكم كما قلتكم لقاء تلفزيوني يلخص هذا الأمر نتمنع فقط ما يدلونيش كوبيرايت ولا ما يقلعونيش الفيديو قبل ما نبدأ تفاصيل الفيديو والأخبار خاوتي أرجوكم أدعم أقوكم بالضغط على زي الإعجاب هذا رح يدعم نتصدر لكم الحاملات السينيال شكرا تابعوا معي الفيديو ضخنا كل خطرة زوج نديروا بوز ونهضروا للتفاصيل لأنه من قدش نخلي الفيديو مشيخ خاوتي نحو هولي يعني هذه دخلة في حقوق النشر شكرا حولها هذا ما ينطب إلينا في الستوديو زميل خالد غرابلي خالد مساء الخير كلمات ذات وزن قوي مقلقة يستخدمها الرئيس الفرنسي ربما لأول مرة هو يتحدث عن تحول كبير عن نهاية الوفرة في فرنسا ماذا يقصد بذلك ولماذا يستخدم هذه التعبير خاوتي لا ما حطيتكمش الفيديو تاعة الرئيس الفرنسي كي كان يهدر قبل لأنه أي واحد حط هذاك الفيديو نحاوله والخبر هذاك ولا للقناة اللي نشرتها رايديرا كوبيرايت المهم الرئيس الفرنسي خرج وخاطب الشعب الفرنسي وقلهم يا ودي الوقت التعرفي هي ذلك اللي كنا عايشين فيه والوقت تعلم مساعدات الدولة للمواطنين اللي كنا عايشين فيه وكل هذه الوفرة والدعم تعد دولة اللي كانت تقدم لكم دولة قد انتهى وكما لاباكم خاوتي أصلا فرنسا كان ناضط فيها الاحتجاجات مليجي ليجون لأنهم كانوا يطالبوا بالمزيد من الوفرة اللي رايتخبيها الدولة وأيضا الكثير من الجهات كانت تخرج في احتجاجاتها فتخيلوا الآن كي راح الدولة تزيد تنقص لهم أكثر وتزيد تزيد لهم في الضرائب وتزيد تمدد لهم العمر التاع الخدمة يعني راح يهبلوا والشارع الفرنسي راح يتطرتق شاهدوا معي يقصد أن الحياة التي تعود عليها الفرنسيون انتهت حياة الرفحية إن أردت الارتياح الذي كانوا يعيشون به هذه الحياة انتهت والآن هناك واقع جديد عالم جديد من يريد أن يجد مكان له فيه عليه أن ينتزع حق هذا المكان وبالتالي أن يقدم التضحيات ويدفع الثمن لماذا انتهت حياة الرفحية كما يرى الرئيس الفرنسي لأن الأزمات بيّنت ذلك كوفيد رأينا أن هناك السلع والمتجات التي كانت موجودة في الأسواق خلال أزمة كوفيد لم تعد متوفرة كما كان في السابق التكنولوجيا التي كانت متوفرة للدول لم تعد موجودة كما كانت متوفرة في السابق نفس المشكلة تكررة مع الحرب في أوكرانيا سلعة الغاز الذي أصبح يستخدم كسلاح في هذا الصراع الآن يهدد الاقتصاد الألماني وليس فقط الاقتصاد الألماني يهدد كل أوروبا إن أردت هناك دول في إفريقيا مهددة بالمجاعة بسبب عدم توفر القمح الذي تأخر وصوله إلى هذه الدول بسبب الحرب في أوكرانيا أيضا التغييرات المناخية رأينا الآن شح المياه الجفافة الذي ضرب العديد من الدول العالم ومنها الدول الأوروبية وآخرها هي ضربة النيجر التي كانت قاضية لفرنسا قادت تقولوا لبسا كيف يحدث هذا الأمر يعني فرنسا دولة اقتصادية مكلاسيا مع الوالا أيضا جاية في الجي سيفن تكتل الاقتصادي الأقوى في العالم وداخلها أيضا عندها حق الفيتو وأيضا تعد من بين أقوى الدول الاقتصادية في العالم مهي رايشات دا أوروبا يعني كيف يمكن لحرب بسيطة بينها وبين النيجر أن تحدث كل هذا التغيير هذا خاطئ لأنه فرنسا تعتمد بشكل كبير جدا من مدخولاتها على النيجر فكانت تسرق لها اليورانيوم وكانت تسرق لها الذهب أيضا تسرق نعم ما كانت شونيرك تجارة بينهم حين هذا وش تظهر الحكومات فقط يعني الحكومة الفرنسية تظهر للعالم أنها تتاجر مع النيجر وبورك نفسه ومالي ولكن في الحقيقة هي رايش تسرق لهم كل هذه الثروات بخصوص اليورانيوم فرنسا تحول اليورانيوم بالطاقة النووية إلى كهرباء تستخدمها في فرنسا يعني 30% من حاجيات فرنسا من الكهرباء تستخدمها من اليورانيوم للا تسرق من النيجر ليس هذا وحسب يقعد لها فائض قسم تزيد تشعل بها فرنسا كومبلي وش تدير تروح تصدره إلى الدول المجاورة يعني نسبة مداخل الضخمة كانت تستغلها فرنسا من النيجر وبدون مقابلة طبعا الذهب فرنسا عندها خامس أكبر ولا رابع أكبر احتياط الذهب في العالم تميزتوا مخاوتي هذك الذهبين جابتوك سرقاتوا من كل من النيجر وماليبوركي نفسه الآن طارت عليها كل هذه الدول وكما زدتوك يزيد هذا المحلل لاقتصاد يزيد ذكر الأزمات اللي واجهتها فرنسا وأوروبا خلال المدة القليلة الماضية تخلي حقا زمن الرفاهية في فرنسا ينتهي ولكن أيضا تخلي الأمر خطير جدا تخلي فرنسا تدخل في مرحلة يأس قدر تدير أمور خطيرة جدا منذ متى نرى هناك رسائل توجه عبر الهاتف من السلطات الفرنسية إلى المواطنين لتطلب منهم ترشيد الاستهلاك في المياه إذن هناك عدم وفرة في منتجات في التكنولوجيا في ثروات طبيعية في سلع أساسية هي الحياة المياه هي الحياة هي الزراعة هي الكثير من ما يهم المواطن الفرنسي وأي مواطن في الدنيا لكن إذن هذا لم يعد متوفر كما كان في السابق وبالتالي سيكون على المواطن الفرنسي أن يتأقلم مع الواقع الجديد أيضا هناك أمور تتغير يعني إن تعود أن كان البعض في أوروبا يعتقد أن هنا حقوق الإنسان والديمقراطيات حمايتها كان من المسلمات في العالم الغربي هذا لم يعد موجود كما كان في السابق هناك نظم استبدالية أصبحت تدعم نفسها وتظهر بقوة على الساحة الدولية وأصبح موضوع أن الديمقراطية في مأمن ليس من المسلمات عدم الشعور بالخوف من أن الحروب تهدد أوروبا لم يكن أحد يتوقع أن أوروبا ممكن أن تعيش حرب جديدة وهذا رأينا الحرب في أوكرانيا تحذرات العلماء في مجال المناخ كانت مجرد تحذرات لكن بدأنا نعيش الواقع الجديد من خلال حرائق الغابات الجفاف الأعصير شح المياه أصبح واقع نعيشها الآن أيضا خاصة أريد أن نزيد نقطة فقط بخصوص الأزمة في النيجر المشكلة الأكبر أيضا ستنقل زمان فرنسا قوية وعاودة دخلته حقلة النيجر وعاودة ريكيبيرات كل من اليورانيوم والذهب لي كانت سرقوا هذا الأمر رح يطلب وقت كبير وجهة كبيرة ودراها مكبار رح يخلي الشارع الفرنسي يدخل في غضب لا مفر منها لأن تاك رح تستخدم الجيش والأسلحة والذخيرة باش تقوم بكل هذه العمليات رح تستهلك الكثير من الأموال فرنسا تخصص في ميزانيتها للجيش 400 مليار دولار يعني رقم خرافي الجزائر ميزانية كومبلي في قاعدة وزارات التاحة الانفاق تحت حق 110 مليار دولار فتخيلوا أن فرنسا في الجيش فقط تصرف 400 مليار دولار وهذا فقط بيش تخلي سيطرة التحة في إفريقيا الان فرنسا رح تحتاج 800 مليار دولار وربما هذا لن يساعدها يقول لنا أمام واقع جديد الواقع الجديد علينا أن نتعامل معه وكي نتعامل معه هي معركة يدفع فيها ثمن والثمن هو التضحيات المشكلة أنه بالنسبة للمواطن الفرنسي ويشعر أنه بالفعل يقدم التضحيات والان سيكون مطالب بالمزيد من التضحيات وبالتالي من المطاقع نشهد ربما شهور ساخنة في المرحلة المقبلة شكرا لك صح صح خابتي المواطن الفرنسي جي كيوت هكذا عمبلوا مسكنهم حاجراته الدولة ما شيفش الدول الأخرى كيف راي عايشها مالكي ما قلت لكم بشرح يحوص يفهم ويفهم باللزام هم كانوا عايشين بالمسروقات اللي جيبينهم إفريقيا هو يشوف الوضع تأزم عليه يدير الثورة وفرنسا معروفة بثرواتها العانيفة من التوما خابتي اشراكم في هذا الموضوع اشراكم في الأزمة اللي دخلت فيها فرنسا خبرونا لكم في التعليقات كما شفتوا خابتي هذا هو موضوعنا لليوم إذا أعجبكم في الفيديو تدعمونا بالضغط على زر الإعجاب اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس كل هذا الأمور احتدعمنا نصدر الحاملات السينية شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء